افادت مصادر صحفية ان ميناء الداخل قد استقبل يوم امس السبت سفنا تحمل اسماك موريتانية موجهة للتصدير للاتحاد الاوروبية بعد تعدر نقلها برا عبر معبر القرقرات بسبب غلق عصابة الرابوني للمعبر واوردت المصادر ان عددا من السفن التي تصطاد بالسواحل الموريتانية خاصة في نواديبو بموجب الاتفاقية التي تربط موريتانيا بالاتحاد الاوروبية قد حطت الرحال بميناء الداخل قصد افراغ حمولتها وتحميلها على متن شاحنات مخصصة لهذا الغرض بميناء الداخل قبل توجيهها للسوق الاوروبية برا عبر المملكة المغربية بعد تعدر ذلك نتيجة غلق المعبر واوضحت المصادر ان موريتانيا كانت تلجأ قبل غلق المعبر على تفريغ الثفن الصيد بميناء وديبو وتحميلها على متن الشاحنات المغربية التي تعود اغلبية ولشركات مغربية متعاقدة مع الحكومة الموريتانية نتيجة لثعر النقل الزهيدة مقارنة بالشركات الاوروبية لتعمل فيما بعد على نقل الشاحنات عبر معبر القرقرات في تجاه اوروبا بيد ان ذلك لم يعد ممكن في هذه الفترة ما جعل موريتانيا تلجأ لميناء الداخل كنقطة لانطلاق الصادرات ثروتها السمكية وتدررت موريتانيا بشكل كبير من غلق قطاع الطرق لمعبر القرقرات ادباتت تعاني الامرين اقتصاديا باعتبار مستنفعا كبيرا من المعبر سواء على مستوى استراد الخضر والفواكه وبعض المواد الاساسية او على مستوى تصدر الاسماك ما جعل بعض الموريتانيين يتورون في وجه البوليساريو ويدعون الحكومة لسحب الاعتراف بها وتعزيز موقف المغرب من قضية الصحراء بدل موقف الحياد السلبية ومن المرتقب يشهد ميناء الداخل خلال الفترة المقبلة قدوم الصفن بحرية وتزايد عمليات التصدير والتجارة بين المغرب وموريتانيا بعد اغلاق الطريق البرية بين البلدين بسبب تمادي ميليشيات البوليساريو وتحديها للشرعية الدولية وقرارات مجلس الامنة اكد مرصد لحقوق الانسان في كتالونيا ان الفعل الاجرامي والهمجي الذي ارتكبوا الجنود الجزائريون الذين اقدموا على حرق اثنين من الصحراويين احياء هو غير مقبول ويجب ان يستنكره المجتمع الدولية وقال ريكارد شيكا رئيس المرصد في تصريحات لوسائل الاعلام المحلية ان الامر يتعلق بعمل اجرامي غير مقبول ولا يغتفر مؤشددا على ادانته والسنكر الشديدين ورفضه لما حدث في الجزائر حيث تم حرق شابين وهما احياء واكد ريكارد شيكا ان دولة مثل الجزائر التي تدعي انها ديمقراطية لا يمكنها معاملة الانسان بهذه الطريقة مؤشرة الى ان المجتمع الدولية وجميع المؤسسات والهيئات المختصة في مجال حقوق الانسان لا يمكنها ان تترك هذا العمل الهمجية الشنيع في طي النثيانة واضاف يجب على جميع البشر اينما كانوا ان يحاربوا مثل هذه الهمجية وان تتم ادانة وشجب هذا العمل الفضيع والوحشية وقد تم حرق الشابين صحراويين ليلة التاث عشر اكتوبر غير بعيد عن مخيمات تندوف من طرف مجموعة من الجنود الجزائريين بينما كان ينقبان عن بعض رقائق الذهب من اجل لقمة العيش وقد تفاجأ محاول حمد وولد ثويلام وعلي الادريث بعناصر من الجيش الجزائري وهما يقومان بالمطارد بادخيرة الحية للقضاء عليهما وحاول الشابان الفرار من الموت بالاختباء في بئر جاف لكن الجنود الجزائريين ادرموا النار في البئر واحرقوا الشابين احياء مع اقتراب موعد قرار مجلس الامن دفعت قيادة البوليساريو بميليشياتها المثلحة مغلفة بنساء واطفال نحو المنطقة العزلة وقامت بتخريب وقطع طريق القرقرات ووجه الزعيم المرتذق رسالة الى الامين العامة الاممية وجاء مجلس الامن في قراره رقم خمسة وعشرون تمانية واربعين الصادر في الثاعات الماضية بجواب قانونية على سلوك قطع طرق وعلى الاضاليل والاكاديبة التي يسميها البوليساريو بالمناطق المحررة فالقرار خمسة وعشرون تمانية واربعين دعا الى احترام الاتفاقيات العسكرية واتفاق وقف اطلاق النار والامتناع عن كل ما من شأن يقود ويزعزع الاستقرار ومعناه ان على البوليساريو الخروج من المنطقة العازلة ومغادرة المعبر التجاري للقرقرات لانه يوجد اليوم في مواجهة مع مجلس الامن والبعثة الاممية وهذه رثاء العميقة تضمنها قرار مجلس الامن رقم خمسة وعشرون تمانية واربعين مطلوب من البوليساريو واوليائه في الجيش والخارجية الجزائرية قراءتها جيدا ولا اعتقد ان لهم القدرة اليوم على انكاري في مجالسهم الخاصة الرسالة الاولى يشر القرار خمسة وعشرون تمانية واربعين الى ان مرحلة زمنية لها دلالات القانونية والسياسية تمتد من القرار الف وسبعمائة واربع وخمسين لسنة الفين وسبعة الى القرار اربعة وعشرون اربعة وتسعين لسنة الفين وتسعة عشر فالحل السياسي يوجد داخل هذه المرحلة الزمنية بمعنى ان اسطورة الاستفتاء ماتت وان حق تقرير المصير المشار الي في قرار مجلس الامن رقم خمسة وعشرون تمانية واربعين بات مقروننا بالمقترح الذي تم تقديمه في الفين والسبعة الذي هو الحكم الداتية الرسالة الثانية يعود مجلس الامن في قرار خمسة وعشرون تمانية واربعين داخل هذه الزمنية الممتدة من القرار سبعة عشر اربع وخمسين لثنة الفين والسبعة الى القرار اربعة وعشرون اربعة وتسعين سنة الفين وتسعة عشر الى استنتاجات المبوت الاممية السابقة الواردة في تقرير الامن العامة الاممية لثنة الفين وتمانية وهي الفقرة التي تعود منذ اذير من تسع قرارات لمجلس الامن ويبني عليها مجلس الامن مفهومه للواقعية الذي يدعو الاطراف للعمل بها والواقعية معنى ان الحل يجب ان يكون ما هو عليه اليوم القائم على ان المغرب في ترابه ويمارس الثيادة وان اي مفاوضات يجب ان تكون داخل معادلة الحكم الداتية الرسالة الثالثة ذكر قرار مجلس الامن رقم خمسة وعشرون تمانية واربعين دولة الجزائر خمسة مرات وهذا يدل مرة اخرى على ان مجلس الامن ينظر للجزائر كطرف مباشر وذكر الجزائر معناها ان البوليساريو يجب ان يكون وراءها في اي مفاوضات مفتردة لانها معنية بالقيام بمجموعة قضايا مرتبطة بهذه الاشارات المتعددة لها فالجزائر معنية بفتح المخيمات ومسؤول عن الوضعية المأثاوية لحقوق الانسان داخل المخيمات ومسؤول عن احصاء ساكنة المخيمات كما ان القرار يشير الى مسؤولية عن مصر المساعدات ومخاطر نقص الغداء في المخيمات وهي التنبيهات الواردة في القرار بناء على تحذيرات الامين العام في تقريره الاخيرة الصادرة في الثالث والعشرين شتنبر الماضية الرسالة الرابعة اشر القرار رقم خمسة وعشرون تمانية واربعين في كل فقرات الى الوظيفة العسكرية للبعتة الاممية وبذلك يرد مجلس الامن على اساطير الجزائر والبوليساريو التي ظلت تدعو في الاسابيع الاخيرة الى اثناد وظائف اخرى للبعتة الاممية فمجلس الامن يشير الى وظيفة واحدة للبعتة الاممية هي الوظيفة العسكرية واشراف على احترام الاتفاقيات العسكرية ومراقبة وقف اطلاق النار بل انه ينبه البوليساريو بان يحترم وقف اطلاق النار واحترام دور البعتة العسكرية الشيء الذي يعني ان خروج ميليشيات البوليساريو المسلحة المثمات بالمدنية وانتشارها في المنطقة العازلة يرتب نوعان من المسئولية الاولى مسئولية البوليساريو لانها لا تحترم الاتفاقيات العسكرية والتانية مسئولية الجزائر لانها تسمح بتسرب ميليشيات من فوق حدودها نحو المنطقة العازلة التي من المفترض قانونيا ان تكون فارغة الرسالة الخامسة يصف القرار رقم 2548 النزاع انه اقليمية وذلك لما يشير الى ان التوصل لحل سياسية للنزاع من شأنه ان يساهم في الاستقرار ليس في المنطقة المغربية فقط وانما في منطقة الساحل ايضا فهذا الرمط بمنطقة الساحل له دلالته وفيه اشارة وتحذير للبوليساريو بكون نشره للفوضى في المنطقة العازلة سلوك خطير نظرا لالترابط الامنية الموجود بين المنطقة العازلة ومحيطها الذي يتأثر بفضاء امني هش مصدره الساحل والجنوب الجزائرية وبذلك تكون الصياغة والمضامين التي جاءت في القرار قد بددت كل ما كانت تسعى اليه الجزائر والبوليساريو طيلة الاثابيع الماضية ويبقى من المهم ملاحظة ان قرار مجلس الامن لم يلتفت لرسائل وزير الخارجية بوقدوم وذعيم البوليساريو غالي حول مسألتين الاولى ان مجلس الامن ترك المجال الامن العامة الاممية بان يعين مبعوثه الاممية في الوقت الذي يريد فمجلس الامن لا يرى اهمية ثمنية لهذا التعين اتجاءت في القرار خمسة وعشرون تمانية واربعين عبارة في اقرب فرصة ممكنة وهي عبارة غير وقتية فالامن العامة الاممية يمكنه ان يعين مبعوثه بعد الثنة او الثنتين او اكتر وهي اشارة الى ان المبعوثة الاممية لم يعود له دورا كبيرا فالامور اتضحت بكون الجزائر هي الطرف المباشر والمفاوضات مع البوليساريو بدون معنى اذا لم تكن البوليساريو تجلس وراء الجزائر التاني ان القرار لا يشير لا من قريب ولا من بعيد لمثألة فتح قنصليات في المناطق المغربية الجنوبية الشيء الذي يعني ان افتتاح القنصليات شأن سيدي مغربية تنطبق عليه مقتضيات قانون فيينا للعلاقات القنصلية ويهم المغرب والدول التي تفتح قنصليات في المناطق الجنوبية المغربية والسؤال بعد هذا القرار هو ماذا تبقى للبوليساريو والجزائر وماذا ستقول قيادة البوليساريو لمحتجزي المخيمات هل ستقول لهم انتظروا الى السنة المقبلة كما تقول لهم كل السنة مع اصدار مجلس الامن لكل قرار من قراراته الواضح ان هذا القرار ينهي مع كل اصاطير قيادة البوليساريو في زمن المرض الطويل الذي يصيب الجزائر التي لا يعرف احد مصيرها فالساكنة المخيمات باتوا يشاهدون امامهم قنصليات عربية وافريقية تفتح في العيون والداخل ومحارق للجيش الجزائرية لابنائهم قرب المخيمات فوق الاراضي الجزائرية هذا هو المشهد الموجود امامهم اليوم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر